وزي ما اتكلمت فعلاً مبارح مباراة الأهلي والوداد المغربي نجح فريق الوداد المغربي في تحقيق بطول الدوري أبطال أفريقيا على حساب زعيم القارة الأفريقية النادي الأهلي المصري في مباراة كانت في المتناول لكن بخطئين دفاعيين قدر الفريق المغربي يحسم هذا اللقاء وهي دي الكور مكسب مخصارة لكن يبقى النادي الأهلي هو صاحب الأرقام القياسية الأفريقية عن هذا اللقاء وما هو قادن بالنسبة لنادي الأهلي سيكون معنا زي ما قالت مننا ضفنا ناقد أرياضي لأستيس طارق رمضان لمنورنا صباح الخير عليك أستيس طارق صباح خير صباح خير صباح خير أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك قبل ما نتكلم عن اللي حصل في المباراة خلال نبدأ بتصريحات موسيماني في المؤتمر الصحفي وهو بيقول أن الفريق الأفضل هو الخسر لما يكون فيه عدالة بنكون بنلعب مثلا الجماهير تكون متساوية بنلعب على أرض محايدة هنا تبتدوا تكلموني عن المكسب والخسارة رأيك إيه في تصريحات موسيماني في المؤتمر الصحفي لا بصا هو تصريحات نفسية أكتر منها حقيقة هو أقوى حاجة عند الموديل الفني أنه بعد ما بيخسر لازم يقوي نفسه ويقوي فرقته ويدي تصريحات أنا الأفضل وأنا خسرت لأن الأفضل لو توفر لي بعض الزنو دي كلها تصريحات هو منطقية بالنسبة لي لكن آه صحيح ما فيش عدالة آه صحيح أن التفاصيل اللي احنا عايشناها في الفترة من بعد إعلان الملعب اللي هو جاء قبل بعد التأكد أن الوداد وصل للنهائي والمعركة بقى الخضر نادل أهلي عشان خطر الملعب ومحكمة الرياضية وكل التفاصيل دي بالطبع هي مؤثرة نفسيا على الفرقة أكتر كمان ما تأثر على الجمهور لكن طبيعي لو توفر لك ملعب حيادي لو توفر لك جمهورك بشكل طبيعي لو توفر لك عدالة بشكل طبيعي الأمورها تختلف لكن أنت رايح على الأرض المنافس مضغوط نفسيا مضغوط عصبيا كمان إحساسك بالظلم اللي أنت حاسس بي كل ده عوامل ما ساعدتش المدير الفني كمان أنه هو يأهل الفرقة بشكل كويس يعني مفروض أنه هو دور منه تأهيل النفس للفرقة أن أنت خلاص قدام أمره واقع أنت ندواتي بعد شوية هيبقى فيه جيم كورة بيننا وبينه فبالتالي ألعب واكتهد وأدي بشكل جيد وألعب فنون كورة القدم بشكل صحيح على أساس حتى أنت لو أحرصته هدف هو أحرص هدف فبقينا مع بعض في الكورة ما بقناش بقى التأثير النفسي والعصبي لكن هو كل ده خرج من تحت إيده في المباراة طبيعي جدا أنت ما بقاش يومك طبيعي جدا أنت بقاش مركز طبيعي جدا أنت تفقد بطولة طب هو كمان قبل المباراة كان ليه تويتع عن الحكم ويمكن ده يعني برضو خلى فيه أدواء هو موسماني بيلعب بشكل نفسي كويس يعني أنه هو الحكم باراة ما كانش ليه تأثير في أي حاجة يعني ما أخطأش أخطأ هو نفسه بعد المؤتمر قال أنا ما عنديش أي كلام عن الحكم ولا تحفظات على إيداه مشكلته بس في الوقت لا حتى بقى الوقت ضايع ما حسبش أنا ما بتكلمش دايما بص المديرين الفنين اللي بيجوا على آخر لحظة دول يتكلموا أصلا فقط ديتين قدامك 95 دية أو 90 دية طب بالتشكيل الناس لميتوا على التشكيل وهو رده قال أنا لعبت بالتشكيل ده قدام الرجاء بغض النظر عن عمر السلية علشان الإصابة وكسب طب وهو ما بصش على أداء اللعيبة ما يمكن كان محتاج يغير طبيعة المباراة دي تختلف عن الرجاء الرجاء أنا في سيمي فاينر فايز عندي ثلاثة في ماتش ده مختلف حتى لو اتغلبت واحد هصعد لكن دي مباراة نهائية المباراة نهائية دايما بتقف عندي تفاصيل صغيرة يعني معنى اجتهاد اللعبين بيقفوا ازاي في الملعب التنظيم بتاحهم الأخطاء اللي بيقعوا فيها الضغط اللي بيعملوا على المنافس ازاي يمنع المنافس من ان هو يحصل على الكرة طب لو حصل على الكرة زي يمنعه ان هو يحرز أهداف بتبقى تفاصيل صغيرة طوله المباراة التشكيل بتاعك هو اللي بيحددها كمان الأخطاء اللي بتقع بعد أول ربع ساعة انت أي مدير فني بيبقى وايف اي أول ربع ساعة بتعدي انت خلاص فهمت التشكيل بتاع المنافس طريقته في اللعب مين أخطر عناصر عنده العناصر المؤسرة هنا خلاف العناصر المؤسرة في مباراة مثلا اللي قبلها فبتبدأ تتعامل مع المباراة بشكل جوي انت من أول او خمستاشر دي انت بتحضر تحضيرات بكلها بطيئة كرة بتتمرر بتفقدها حتى الباص بتاعك هما بيخدوهم تأهيل البدني بتاع اللعبها كان ضعيف جدا لا مش هكذا تأهيل بدني لا هي تأهيل نفسي هو اللعب مبارح اللعب الآلي ما كانش لعب في النادي الاهلي كان بيلعب في فرقة تانية يعني بيرتكب أخطاء يعني كده مسماني أخطاء في عدم تأهيل اللعبة نفسية آه طبعا لازم مباراة نهائية بافصلهم وابدأ أهيلهم نفسيا حتى لو أنا عندي إحساس ان أنا هتغلب وانا مش هاخد البطولة بأهل فرقتي ان أنا هلعب كويس ان أنا هقدي كويس أنا اللعب هنا لعب النادي الاهلي مش لعب فرقة صويرة فعارف الضغط النفسي يعني ايه عارف ازاي يلعب كرة ما ينفعش ان اللعب في النادي الاهلي يفقد الكرة بسرعة ما ينفعش يبقى عنده ميز باس كتير ما ينفعش يجي يستلم الكرة تبادي ده أنا ما يعرفش يضغط على المناف انبارح النادي الاهلي اللعبة ما بتضغطش على لعبة الوداد بعد أول جون المباراة رجعت في المتناول بتاعك بس انت بطيء في التحرك كمان هم بدأوا يلعبوا طريقة دفاعية بيقفل وسعيبك السيطرة في نص ملعبك باصي لكن ما توصليش انت ما عملتش اي جملة مبارا لا تستغل الجناحة بتاعتك وانت بتلعب كرة يعني لو عملتها 600 مرة في المباراة مش هتجيب جون لها كرة العالية ايه استوار انت شايف السبب وراء ده اسباب نفسية يعني السبب اللي خلي لعبة تقريبا مش حضرة نفسيا وخرجوا من المود ودخلين منهازمين أصلا وعارفين انه هو المباراة مش بتاعتهم والجمش بتاعهم كل ده اصر عليهم في الاداء بتاعتهم باراة اصلا ما تقنقنيش يا سيدها ديري انه مثلا لعب زي محمد هاني مدافع النادي الاهلي اللي هو لعب كاس عالم الاندية ولاعب بطولات قبل كده محمد هاني مباراح الجون الثاني خطأ كبير جدا اخطأ كبيرة اه ما خطأ الجون ما عارفش يتصرف في كرة زي كده اللي هي كرة البديهية عنده اننا ما يكون جاي لي مهاجم وبيني وكرة بيني وما بين حارس المرمى ولا لعبتها اصلا لحارس المرمى يعني لها اخطأ بحجس على المهاجم بمنوع انه هو يوصل محمد هاني ساب المهاجم انه هو يلعب كرة مرتين مع الشناوي فبالتالي ده مدافع مش ممكن محمد هاني اللي هو لعب بطولات امريكية فبالتالي هو فصل نفسه عن الملعب تماما عن تصرف الصحيح في مباراة في لعبة او في كرة بسيطة زي ما تقول عزيم جدا الناس بتسأل فين الخطة دي مباراة مباراة نهائية فين الخطة اللي كان بلعش بها بيت سمس امين لا ما احنا مش قدام خطة مبالية او ما كانش فيه خطة حتى في طريقة اللعب انت بتلعب لا اما 4-2-3-1 او 4-3-2-1 او 4-4-2 او 3-4-3 انت مبارح لعب 4-2-2-2 جديدة وهل ده كان وقت تجريب؟ متغيرت داخل الملعب كتير والبعدي تؤخرت في تغيرات إثنين إنت لو هتلعب يعني أربعة أثنين ثلاثة واحد حاطت أحمر عب قادر وحاطت حسين الشحات وطهر محمد طهر وحاطت برسي تاو اللي هو مفروض ما بيلعبش مهاجم صريح في مركز مهاجم صريح إسراره على أنه ما ينزلش بالمهاجمين الصراحين من البداية ده هو دي رؤيته الفنية اللي هو إيه أنا هلعب دي المفاجأة حتى أنا قبل المطش كنت بكتلم في حيثة إيه إيه بقى المفاجأة اللي أنت هتعملها لنا أنت مش ممكن أنت شايف كموسماني أن لعبة الوداد المدافعين يعني شريف وقفشة شريف بالذات كان مطلوب للمباراة دي أو على الأقل ألعب بلعب طويل في وسط المدافعين الطوال الممكن أحرك طاهر قدام لكن ملعبش برسي تاو في المهاجم ولعب له الكرة العالية وبعدين أحمل له المسئولية طب أنا دلوقتي واقف بسم الله ما شاء الله يعني لعبة طويلة بيعملوا جنب كويس بيعرفوا ياخدوا الكرة كويس وأنا مش هقدر حتى لو هتلاحظ أن برسي تاو مباراة كان بيعمل جنب يخبط في دماغ اللاعب اللي جنب فبالتالي أنا حتى ما عرفتش أوصل للمهاجم بتاعي اللي هي كرة اللي على الأرض اللي يقدر يختارك وهم ضيع انفراجوا شيء ما عملتش كرة عالية انتهت من الكرة دي احنا بنسميها كرة الإنجليزية اللي هي انتهت من العالم كله اللي أنا بلعب هللاقي اللاعب اتنين تلاتة يعني هللاقي ياسر إبراهيم هللاقي طاهر لان الكرة العرضية بيبقى فيها زيادة من اللاعبة لكن على برسي تاول عب له الكرة دي وطول المباراة والمدير الفني واقع ببرا ما بيحذرش اللاعبة من تكرار الكرة دي ما بيحركش اللاعبة ان هي التحضير يبقى سريع اللي الضغط على المنافس يبقى بشكل أفضل من كده فرصة الهجم في المباراة الكبيرة زي دي بتبقى فرص محدودة جدا اه تبقى فرصة وطنين ليه مركزناش طيب على الكرة الركنية يعني احنا شفنا الكرة الركنية ياسر إبراهيم قدر يخلع وكان لوحده تماما بالزبط وكان فيه كرة تانية بعدية على طول ليه مركزناش على الكرة الركنية ما هو بقى اللي احنا بنتكلم في كده اللي هي ايه انت بتلعب كرة عرضية اللي هي تقدر تديلك أفضل والبعدين انت ما بتلعب كرة عرضية عليهم أو تخترق من العمق بتاعهم كتر العرضيات يحقق لك يخلق لك مزيد من الفرص أنت ما عملتهاش أنت بتلعب كرة عرضية من نص ما لعبك يعني حتى التمرير أنت بتلعبه تمرير سلبي الآلم بارح اللعبة كلها غد التمرير بتاعها كان سلبي مش إيجابي لو لاحظت التحول بتاع الوداد أنهما بياخده الكرة بيبقى أكتر حماس وأكتر سرع وكمان التنظيم الدفاعي بتاعك أثناء استلام الوداد أنت مش وقف صح فيه كرة اللعب بتاع الوداد عدى من ياسر براهيم وعدى من الدفاع الأهل كله واللعبها اللعبها من الشناو بس تطلع ببرا دي فرصة هدف محقاقة ما ينفعش تقاب بالطريقاته ما ينفعش تقابل مهاجم بالطريقاته انت حتى في المقابلة واحد لواحد أنا أول مرة أشوف لعبة الناد الأهلك مدافعين ما يبقى يعني مهاجم معاه الكرة يبدأ يرجع لوراه وبظاهره ما بيطلعش يقابله يعني انت بتدي له مساحة بتخلاله مساحة للمرور وبتخلاله مساحة لصنع فرصة هدفه وكمان لو بسط على الملعب بطوله والعرض هتلاقي مساحات ورا محمد هاني كتير والمساحات ورا علي معلوم كتير يعني كويس قوي ان هو ما استغلش المساحات ديت وبدأ لو فضل يضغط عليك ويهاجمك كانت النتيجة يزيد عن كتير طيب يمكن جماهير الأهلي كمان كانت بتعاول على بيتسو موسومانيا أكتر أفريقيا لانه في الدوري يمكن الأهلي مش محقق قوي بالنسبة لهم الأمال المنشودة يعني فانت شايف اللي جاي بقى بالنسبة للأهلي لو حين نتال مع الدوري لسه فيها تخذي لانه دي منافسة مستمرة فلسه فيه مطشاط ولسه فيه فرص ولكن احنا بنتكلم على ايه انا مش مطالب يعني فكرة اننا كنادي اهلي مطالب اننا احصد كل البطولات اننا اشارك فيها ده فكرة خطئة انا شارك في البطولات اه اه استحوز على البطولات اه لكن مش شرط ان انا فوز فيها ان انا دايما مدام دخلت بطولة بانا مسلم اه انا مرشح اه لكن ما ينفعش ان انا ايه اخذ كل حاجة النهاردة انت خسرت بطولة افريقيا بس انت الافضل افريقيا واكتر نادي على مستوى الوصول للنائيات وعلى مستوى الفوز اكتر نادي حصلت عليها يبقى خلاص خسرتها يبقى ركز بقى في اللي جاي فكرة بقى تغيير وفكرة دفع مجلس الادارة انه يغير موسماني وانه يبقى كده انت بتطالب مجلس الادارة انه يغير فرقة الالي كلها مش موسماني بس طب موسماني اخطأ اللعيبة اللي جوها الملعب يبقى لازم كلات مشيها لكن انت داخل على بطولة دوري داخل على اثنين كاس داخل على تصويرات بس يمكن لانه الجماهير بتحمل مسألة الخطة وبحتى بنعمل ايه للمدرب اكتر من اللعيبة طيب ماهو كلوب خسر بطولة اوروبا يمشي ماهو كلوب في ليفربول خسر بطولة اوروبا وتغلب وتغلب بهدف وخسر الدوري على نقطة يعني وعلى نقطة وهدف يبقى خلاص لكن الاداء كان مختلف لا ماهو الاداء بقى احنا بنتكلم على الاداء انت اغلط بتأدي غلط بس خلي بالك النادي الآله غلط في حق نفسه لما قبل يلعب اثنين كاس مختلفين غلط في حق نفسه لما الضغط دوري وفي دوري يعني ايه فيه اجهاد للفرقة وفيه عدم راح نهاردة السبعة اللي اختارهم كابتن هاب جلال داخلين المنتخب طب هيلعبوا غينيا والبعدين يرجعوا يعني ايه فيه اجهاد للفرقة انت بص لنفسك وريح نفسك انت كان ممكن تقول انا مش هلعب اثنين كاس لكن الفكرة اللي مسيطرة على جمهور الاهلي وإدارة الاهلي ان انا هلعب كاس قديم وكاس جديد ودوري عام وابطولات افريقية بس البيت المسلمين بيدي اجازة بالعشر تيام وبالتمن تيام لا الاجازة مطلوبة الاجازة على فكرة انا دلوقتي جاي مثلا انه قد عشر تيام بعد كاس عالم فرقة مصابة وفرقة مجهدة طب انا هقول لحضرك ايهاب جلال واخد محمد عبد منا من المصاب ليه يعني انت لعب مصاب سيبوا الفرقته متاخدوش انت عندك اهلوا النادي بتاعه ياهله فكرة الضغط على اللعبة ان انا لعبة اكبر عدد من المتشاط ده من السوبرمان فلازم ادي له فترة راحة وبعد فترة الراحة اللي ده من سيمن الفرق ايه اللي حصل لعب كاس عالم وخد بطولة لعب قبل نهاية افريقيا ووصل لنهاية افريقيا لعب متشاط فاز بيها فبالتالي انت بتكلمي على سيستم احمال هو على فكرة هو مش عارف كمان في فكرة الاجازات وبيديها عشوائية لانه هو ما عندوش جدول مصبوط في الجدول ده بيتحط عليه فكرة الاحمال والتدريبات وكل التفاصيل السوائية لكن احنا بنتكلم على فرقة مجهدة فرقة مش مفروض ان انا طالبا ان انا تاخد كل البطولات عشان تشارك فيها عشان مجرد المشاركة وزي فكرة الانسحاب انسحاب مفيش كده سمعنا الكلام ده كتير انا اولا هافقد البطولة الوحيدة اللي بتجيب لي فلوس يعني بطولة افريقيا بتديني فلوس حتى بالمركز التاني انا واحد فلوس اتنين هعاقب نفسي باللي بتعاد عن البطولة دي تلاتة هنزل محلي ألعب دوري وكاس وخلاص اربعة هافقد فرصة الوصول لكاس علام حتى بعد ما خسرت النهاردة بطولة افريقيا انا عندي فرصة السنة جاية المفروض يكون فيه اجراءات مع الكاف في مسألة انه تغيير تغيير اللي هي مسألة انه نعرف من الاول النهائية هيتلعب فين زي ما بيحصل في ايروبا فأيا كان بقى الفرقتين اللي النهائي بينهم زي ما حصل قبل كده بين الاهلي والزمالك فما يكونش فيه مشكلة لا انا عايز اقولك على حاجة احنا مش عارفين دلوقتي مع الكاف البطولة الجاية يبقى شكلها ايه 24 فريق ولا هما زي ما احنا طبعا نلعب ربطة ابطال ولا هنلعب صبر افريقي الكاف نفسه ما قالش لغاية دلوقتي شكل البطولة هيبقى ايه فبالتالي هو من المفترض قبل يوم البطولة ما بتبعتلي شروط المسابقة وقبل ما ابدأ اول مباراة في البطولة بعرف الملعب بتاع النهائي فين اوروبا بتقول لي باريس 22 32 اي ان كم من الفرقة اللي هتوصل باي فرقة هتوصل حتى لو باريس سان جيرمان هيلعب خلاص فانت من اول يوم مفروض ان انا لما بستلي من شروط المسابقة انا كنادي اهلي المرشح رقم واحد بعيدة ان انا ممكن اطلع او مطلعش فمفروض من اول يوم بقول للكاف انا هلعب فين المطش النهائي المطش النهائي ده فين الساعة كام في اي حتة عشان ما ابدأ ابدأ صح حتى لو انا مش هاوصل بس انا مرشح رقم واحد فبالتالي اه على الكاف انه يحدد من اول بطولة الجاية دي انا هلعب فين المباراة النهائية ده طبيعي جدا لكن الكاف مش هامل كده الكاف ايفضل بنافسه نظامه كده ثانيا احنا بنتكلم برضو على ايه الشواهي كان باينة من الاول نهض البركين خد الكونفدرالية فمش هيسيب لك الطرف النهائي اللي هو الوداد مش هيسيب لك ربطة الابطال لانه انا عايز كل النهاردة المغرب هتاخد كل حاجة وصل كاسعالم ابطال افريقيا كونفدرالية سوبر افريقيا عايزين نتكلم بقى على الاهلي في الفترة اللي جاية هيعمل ايه هل هو كان اجهاد للعابين ولا فيه صغرات هل عندنا مشاكل في الدفاع في خط النص في الهجوم ولا كانت المسألة مسألة ارهق فقط مطالب ان انت بص الهيكل فريق كله ما فيش حاجة اسمها صفقة تيجي للاعب على مزاج اي حد يعني فيه لعيبة في النادي الاهلي لا تستحق انها ترتدي انها بس تتعدي حتى من يعني احنا دايما نقول يعدي من جنب السوق فما بالك الماء يلعب انا جبت الصفقات انا الغد دلوقتي ما استفدتش منها حسام حسن طب انا جايبوا ليه وما عادوا عدكها كمهاجم طب الصفقة دي اخبار كريم من فؤاد اللي بيتصاب كل فترة طب انا جايبها ليه لابد ان انت بص تحط معايير ترجع زي زمان كده تحط معايير قوية جدا لللاعب اللي هيجي يلعب في النادي الاهلي مش مجرد لاعب احرص فيك هدف يبقى مهاجم كويس مش مجرد لاعب قد قد قدامك لانه طبيعي جدا اي لاعب في مصر في اي فرقة بيجي قدام الاهلي بيجي قدام الزمالك يبدأ يستعرض كل ما عنده عشان ينضم ليهم لكن لو استعرض لازم تيبقى عندك معايير كده قوية تجيب فيها لعابة كويسة لعابة قوية تستحق انها تلعب في النادي الاهلي انت عندك مشاكل في الدفاع الكتير انت لغاية دلوقتي معتمد على خمسة ستة اكرم توفيق غاب خلاص فقط ناحية اليمين ما بقاش عندك يمين علي معلومة هرده لو غاب بتفقد ناحية الشمال عندك قلبين دفاع برضو انت مفتقده يعني صحيح لازم كل ده يتخذ في الحظ محتاج اعادة نظر في شكل الفرقة وبرضو من سماني محتاج اعادة نظر في نوعي الاعتماد على لعيبة ما ينفعش انت تصمم على برسل في مركز واحد يظل زعيم القارة بالطبع انت بتتكلم معنا ناجل اهلي اقوى فريق في افريقيا وحائز على البطولات مش معنى انه فقط بطولة ان الدنيا خلاص وقفة بقى واننا بالعكس مركز في اللي جاي صحيح الافضل ان انت تخسر دلوقتي خلاف ما تخسر بطولة مهمة بعدين صحيح فعليك ان انت بس تعيد رمضان النقد الرياضي بنشكرك شكرا جزيلا لانا وجودك معنا النهار شكرا